موسيقى بسهل الخير أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من كلام في السياسة حلقة سبعة أكتوبر عشرين أربعة وعشرين حلقة النهاردة من أول كده ما قلنا للتاريخ هنتكلم على سنة على ما سميه بطفان الأقصى أكيد كله عايز يعرف وقفين فين ورايحين على فين تطورات الأحداث الإقليمية ما قبل هذا التاريخ يختلف تماما عما بعد هذا التاريخ بس في حلقة النهاردة أنا يعني هحاول كمان أكتفي بدور أقل من دور المزيع أو اللي بينظم النقاش لأن الكوكبة اللي معانا تستدعي من الجميع وأقولهم العبد لله أنه يعد ويسمع وينصد لقراءتهم التحليلية والاستراتيجية بس قبل ما أقدم ديوفي الكرام لازم ما فوتش الفرصة وأتقدم بالتهنئة لحضراتكم ولكل شعب مصر العظيم ولقواتنا المسلحة العظيمة ولقياداتنا السياسية الوطنية بمناسبة عيد نصر أكتوبر العيد 51 لنصر أكتوبر والحقيقة الاحتفالات الشعبية بنصر أكتوبر السنة دي كانت ملفتة ومبهرة وحضور أكتوبر وحضور روح أكتوبر دايما في الوجدان المصري بتخلي دايما تبقى فيه حالة من الاطمئنان دايما يعني ما تقدرش باقي تقول حصل الشعب المصري الوعي أو أزمة الوعي لأ الشعب المصري حاضم بلده كويس جدا بيستدعي عمقه الحضاري دائما في لحظة الضرورة مش عايز أخد وقت أكتر من كده من حلقتنا ورحب بضيوفي الكبار والكرام سعادة اللواء بركان حرب دكتور واق الربيع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية أهلا وسهلا بحضرتك سعادة اللواء أركان حرب دكتور إبراهيم عثمان الخبير الاستراتيجي نائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني سابقا أهلا وسهلا بحضرتك سعادة اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بيك أستراتيجي سعادة اللواء أركان حرب محمد عبد المنع مدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق ورئيس جهاز الاستطلاع السابق أهلا وسهلا بحضرتك سعادة اللواء أركان حرب وسامة محمود المستشار بكلية القادة والأركان المصرية أهلا وسهلا بحضرتك سعادة العميد دكتور طارق المكاري المتخصص في الاقتصاد العسكري أهلاً وسهلاً محمد نبدأ من سعادة اللواء دكتور وائل ربيع النهاردة احنا بعد السنة على ما سميه بطفان الأقصى بشكل أو بآخر نتنياهو الاحتلال بيمضي في أهدافه المعلنة مسبقاً وأشهرها محاولة تغيير الشرق الأوسط على مدار هذا العام فيه هدف واضح من ضمن هذه الأهداف عجزت إسرائيل وفشلت إسرائيل في تحقيقه وهو تهجير أهل غزة لسيناء هل استوعبت إسرائيل لغة الخطابة المصري الحاسمة من وجهة نظر حضرتك رداً على سيناريوهات التهجير القصري للفلسطينيين ومحاولة تهجيرهم والدفع بيهم إلى سيناء وتقدير سيادتك للموقف الراهن سواء على الوضع فيه لبنان وهل سيكون التخلص من حزب الله جراحة اليوم الواحد بالنسبة إسرائيل بسم الله الرحمن الرحيم في البداية طبعاً لازم أعرف عن شكري ولصدفاتي في هذه الحلقة في الجميع البرنامج الراقي بتاعك وأنا بتابعه من زمان عايزين لما نجي نتكلم على الموقف في غزة وتهجير الفلسطينيين لازم نبص في نقاط رئيسية مصر كدولة ليها تقالها الإقليمي وليها كيان في المجتمع الدولي قادر على حل الأزمات في المنطقة لازم نبص لنقاط مهمة جداً مصر ارتكزت عليها في رؤيتها للقضية الفلسطينية ككل وتهجير الفلسطينيين ده موضوع قاسي جداً ولازم نبقى حطين نقاط مهمة جداً في النقطة دي أنا عايز أقول إن النهاردة بمناسبة 7 أكتوبر اليوم إسرائيل كانت بتواجه موقف في منتهى الصعوبة النهاردة بالذات النهاردة فيه قصفات صاروخية من الجنوب وقصفات صاروخية من الشمال أنا عايز أقول لحضرتك إن إسرائيل في موقف سياسي مضطرب إسرائيل في موقف عسكري مضطرب إسرائيل غير قدرة على اتخاذ قرار استراتيجي حالياً إحنا عاديين دلوقتي وإنتنياهو قاعد دلوقتي بيجتمع بوزراء الحكومة عسان يشوفوا حل الموضوع ده نوصل لحل الموضوع ده وإزاي لأنه هو لقى جبهتين كده تفتحوا عنه في توقيت واحد وأنا من زمان وأنا عندي قناعة إن إسرائيل غير قدرة على فتح جبهتين في توقيت واحد حرب طويلة الأمد أوه طبعاً طبعاً سنة دي أنا استغربت بس ما استغربتش لما لقيت الولايات المتحدة الأمريكية في ظهر إسرائيل بشكل غير طبيعي النقطة المهمة أو السؤال الرئيسي اللي حضرتك كنت بتسأله التهجير الفلسطينيين مصر ليها موقف ثابت من القضية الفلسطينية ولم يتغير على مدار التاريخ القضية الفلسطينية مصر ليها مبدأ اللي هو إقامة دولة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيا عصامتها قص الشرقية ده موضوع مش هنتكلم فيه لأنه ده هدف سابت للسياسة الخارجية السياسة المصرية وده أعلن عنه أكتر من مرة القيادة السياسية الوزيرة الخارجية كل القيادات في مصر عندها قناعة بهذا الموضوع دي نقطة النقطة التانية احنا لما يجي نتكلم على تهجير الفلسطينيين تهجير الفلسطينيين وأول واحد تتكلم في هذا الموضوع سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تاني يوم من العملية بتاع الطفال الأقصى ولما بدأت إسرائيل تهجر الفلسطينيين من الشمال للوسط ومن الوسط للجنوب وترجعهم تاني للشمال هنا القيادة السياسية بدأت تحط هنا يعني زي ما بقولوا إيه انظار انظار إن فيه تهجير الفلسطينيين ولذلك القيادة السياسية رفضت رفض شديد جدا لتهجير الفلسطينيين سواء لسيناء أو سواء لأي دولة خارجية تانية ليه؟ ليه الموضوع ده لأن فيه ثوابت أنت عندك دلوقتي يعني أي دولة عبارة عن أرض وإقليم وسيادة وحكومة أنت لما تستول على الأرض وتهجر الفلسطينيين منها يبقى خلاص ما فيهش دولة فلسطينية اللي عنا عنا نعملها ولذلك هنا فيه قناعة من القيادة السياسية إن لا يمكن موضوع التهجير ده هو تتم أخبر بلستك إزاي من قطاع غزة بتاع لأي حتة سواء سيناء أو خارجية أو أي دولة إحنا فيه في الفترة اللي فاتت سمعنا أن اليونان وفيه بعض الدول قالت إنه ممكن تستفيد الفلسطينيين ولكن هنا الموقف المصري كان ثابت وواضح ما فيهش أي لبس لا تهجير للفلسطينيين بخارج قطاع غزة قبل ما روح لسيادة لواء دكتور إبراهيم عثمان شايف حضرتك إن ملف حزب الله بالتطورات كمان لحضرتك أشارت لها النهاردة هيبقى من السهولة بالنسبة لإسرائيل يعني هو هيبقى اقتلاع حزب الله كما تظن إسرائيل هيبقى جراحة اليوم الواحد أنا كنت متابع وكنت لسه موجود في الخدمة 2006 حرف 2006 حرف 2006 هو الحرب الإسرائيلية على لبنان كان نفس المشهد اللي احنا شايفينه دلوقتي ضربات جوية وضربات نيرانية وعندما بدأت تدخل إسرائيل بالقوات البرية للجنوب اللبناني تعثرت وحصل فيها خسائر كتيرة جدا أنا يعني مش يعني من الصعوبة بما كان التأدير الصحيح للموقف ولكن احنا فيه هنا شواهد شواهد بتقول إن من 2006 وحزب الله بيجهز الجنوب اللبناني سواء بقى كمان ممدال سواء خنادق سواء أنفاق سواء تسليح موجود أو بيعمل عملية تخزين لسلاح وزخائر موجودة في جنوب لبنان فأنا شايف إن الدخول البري أو جراحة اليوم الواحد ده أعتقد إن هو لا هي مش هتبقى جراحة يوم واحد بل بالعكس أنا شايف إن هي الموضوع حيطول حيطول أكتر من كده ويعني أعتقد برضو إن خسائر القوات البرية هتبقى مش بسيطة في الجانب الإسرائيلي إحنا عندنا أول لما بدأ اللواء الجولاني اللي هو يسمى اللواء النخبة أول لما دخل في الشمال من في شمال أصبع الجليل في منطقة العديسة وغفر كلا حصل فيه خسائر كبيرة جدا ده هنا بيدي مؤشر إن فيه تجيزات لحزب الله في هذه المنطقة كويسة جدا وذلك أنا بقول إن المنطقة الفترة القادمة هتشهد تصعيد من الجانب الإسرائيلي لأنه مش حيواء مش حيرضى إن هو قدرته قدرته الاستراتيجية يتم الإخلال بيها في الجنوب اللبناني وبالتالي حنلاقي تصعيد نيراني غير طبيعي من القوات الجوية أو من المدفعية عشان يعمل عملية إحنا بقول عليها كعسكية خلخلة الدفاعات خلخلة الدفاعات بتاعت حزب الله عشان يتمكن إنه هو يدخل في الجنوب اللبناني لكن هل الموضوع ده يوم واحد أو حيبقى يومين أو لا أنا أعتقد إن الموضوع حيطول مش حيبقى موضوع صحيح طبعا طبعا سعد اللواء دكتور إبراهيم عصمى طبعا من الحديث على المواجهة ما بين إسرائيل وحزب الله بيمتد الحديث على المواجهة الإسرائيلية الإيرانية ويمكن العالم كله والمنطقة كلها في التمانية واربعين ساعة اللي فاتوا يمكن قاعدين نستنين تصعيد أكبر في الموقف شايف حضرتك السيناريوهات القادمة إزاي فيما يخص المواجهة الإسرائيلية الإيرانية واتصالا بحديث ساعة دكتور واي الربيع مدى قدرات حزب الله بعد تصفيد غالبا سلم القيادة في حزب الله النهوات تمام أهلا وسلم بحديث أحمد وشرفني وجولي في البنامج القيم ده جدا والمتميز بداية بالموقف الإيراني الإسرائيلي هو موقف يتصاعد حاليا وكل من الطرفين حذر جدا لأن السلبيات على الطرفين هتكون سلبيات كبيرة إيران حاليا منتظرة رد من إسرائيل وإسرائيل تتحسب من تنفيذ ضربة لكنها ترغف في ذلك ولكن بتتحسب نتيجة ضغوط أمريكية لأن الضربة هتكون على بعض الأهداف قد تكون في البداية أهداف نفطية فهتؤثر على النفط العالمي وبالتالي الولايات المتحدة بتحد من هذا الموضوع أو قد تكون على منشئات نووية أو المفاعل النووي وهنا لازم الولايات المتحدة تشترك بقوة لأن أغلب الحاجات النووية المؤسرة موجودة على أعماق تصل لـ 80 متر في مناطق جبلية فالقنابل الحالية التي تستخدمها إسرائيل لا تستطيع أن تصل إليها إلا إذا كان الكميات أكبر وبمعاونة أمريكية أوروبية لتوجيه ضربة لإيران تستطيع المفاعلات النووية نفسها ولكن المنشئات فوق سطح الأرض البحسية الخاصة بالحاجات النووية ممكن يحصل استهدافها أو ممكن يحصل استهداف شخصية إيرانية لاغتيالات ودي هما برعوا فيها خلال الفترة الشهور السابقة وطبعا هما فيه من 2006 في هذا الموضوع فأنا شايف الناس بتهول في موضوع إن هما بريعين في الموضوع ده من فترة لا هما بريعين منه مؤخرا ولو بريعين من فترة كانوا عملوا حاجة كانوا عملوا حاجة في الأربعة وثلاثين يوم طب حضرتك أخدت يعني سؤال من العلسان تمام هي إسرائيل في الفترة اللي فاتت تحديدا من أغسطس اللي فات بدأت عملية بروباجندا بدأت عملية بروباجندا عالمية لقدراتها الاستخباراتية من ناحية لتفوقها للتكنولوجي على محيطها الإقليمي كله هنا إحنا عندنا سؤال إذا كانت هي بهذه القدرات أين هي؟ لماذا لم توقف عملية 7 أكتوبر 2020 تلاتة وعشرين؟ ده أول سؤال أعرف كم متر في نفق تحت الأرض إيه بالتفاصيل كتير دي كلها لماذا لم يحددوا أماكن المحتجزين لدع حركة حماس على مدار فالأسئلة دي كده حضرتك هي أسئلة محيرة بالنسبة لا هي إجابتها واضحة جدا الاستخبارات أو أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التلاتة ليست بالقوة الكاملة ولكن إحنا نلاحظ إن أغلب الاغتيالات في حزب الله أغلبها ليه؟ لأن حزب الله يختلف عن المقاومة الفلسطينية المقاومة الفلسطينية ما حصلش فيها اغتيالات كبيرة داخل قطاع غزة أما الاغتيالات كانت في الجنوب اللبناني وما حصلت لي إسماعيل هنية كانت خارج قطاع غزة وخارج فلسطينية إذن الموضوع موضوع تسريب معلومات لأن حزب الله زي ما هو بيقاوم في الجنوب اللبناني هو ليه برضو ناس مضادة ليه يختلف عن المقاومة الفلسطينية فبالرغم من أن المقاومة الفلسطينية بينهم بعض الاختلافات البسيطة الاربعتاشر فصيل إلا أنهم موحدين في عام الواحد صحيح ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي أما حزب الله مختلف أساسا مع الحكومة اللبنانية مختلف مع بعض جماعات المقاومة داخل لبنان نفسها حزب الله متداخل في مقاومات أخرى زي العراقية والسورية فيختلف تماما فهنا اختراق مخابراتي من خلال عملاء ده الترجيح الأول حوالي 90% الترجيح التاني تكنولوجيا لأن لو التكنولوجيا موجودة من فترة طويلة زي ما حصل في البيجر أو الأجهزة الاسلكية كانوا استخدموها من فترة طويلة لكن هي دي تكنولوجيا لجأوا ليها مع عملاء معينين ما قدروا يختاركوا حزب الله فتمكنوا من القيادات الوسطى وهنا عايز أقول نقطة جميلة جدا إنه هو بركز على القيادات ليه القيادات؟ لأنه هو وجد حزب الله قوي أصاده في أكتر من حاجة قوي في الفكر قوي في استخدام المعدات البسيطة لديه سواريخ جاهزة تطول شمال إسرائيل رغم كل فعالته إسرائيل القبة الحديدية وما يوازيها من منظومات الدفاع الجوي لم تستطع صد السواريخ فبالفكر بيعمل نظرية التشبع بكسرة السواريخ فسواريخ بتعدي من أنظمة الدفاع الجوي وتصل إلى أهدافه فبدأ يفكر طيب الفكر ده جاي منين؟ جاي من القيادات يبقى أنا أركز على القيادات وفعلا هو بدأ يركز على القيادات بدليل إنه هو مش عايز فكر مش عايز سيطرة يفئد السيطرة فصل الرأس عن الجسد فصل الرأس عن الجسد ثم دخل على النقطة التانية وهي نقطة المعدة وبدأ يركز بالقوات الجوية بكميات كبيرة جدا من القصف الجوي ومن القنابل على منصات السواريخ يبقى هو خلخل القيادة ويدمر المنصات السواريخ اللي هي المعدة لكن مش هيقدر يدمر التالتة اللي هي الفرض اللي هي العقيدة مش هيقدر يدمرها لأن ده المسلس ده رأس المسلس التالتة اللي هي عقيدة الفرض المقاتل على أرضه مش هيقدر والفرض بيستخدم أرض هو إياه أرضه وهو مجهزها لهذا القتال بدليل أن النهاردة سبعة أيام للفرقة 98 قوات خاصة الفرقة اللي نقلها من غزة إلى لبنان وده مؤشر يدينا أنه هو ضعف عنده لأنه هو 15 فرقة وفرقة قوات خاصة وفي النهاية ينقل الفرقة من غزة لشمال إسرائيل عشان يقاتل الجنوب اللبناني تب أنت فين لو أنت قوي قوي تب أنت الفرقة موجودة في المنطقة الشمالية ما تستخدم فرقة من المنطقة الشمالية زي الفرقة 91 اللي جابها النهاردة فرح جايب 98 نقالها نقطة تانية والهمة نقل اللواء الجولاني من غزة إلى الشمال مع أن اللواء الجولاني ده أساسا هو اسمه جولاني ليه لأنه تشكل في منطقة الجولان في سوريا وهو يعمل دائما في منطقة الجولان في سوريا وضد منطقة جنوب لبنان وسوريا نقلوا أيضا من غزة إلى الشمال ليخلخل الدفاعات بتاعة قوات حزب الله في منطقة إصبع الخليل حاليا بقالهم سبعة أيام تقدموا خمسمائة متر أقصى حاجة ألف متر معدلات القتال في المناطق الجبلية نص كيلو في الساعة يعني السبعة أيام دول كان المفروض لو قلنا يوم القتال عشر ساعة فقط لغير كان المفروض دلوقتي خمسة كيلو في اليوم كان المفروض خمسة وتلاتين كيلو يعني يوصل لأطول نقطة في نهر الليطاني نهر الليطاني قريب من إصبع الجليل حوالي اتناشر لخمشر كيلو ومن الناحية التانية من ناحية الساحل يصل إلى خمسة وتلاتين كيلو كان المفروض دلوقتي يوصل لمنطقة نهر الليطاني هو لم يستطيع خمسمة متر فقط ثم جاي بالفرقة واحد وتسئين النهاردة يعني لواء الجولاني موجود ثم عناصر من الفرقة تمانية وتسئين دخلت كل الكلام ده في حيث ثلاثة أربعة كيلو على فكرة يخشوا ويرجعوا ثم جاي بالفرقة واحد وتسئين ويقولها هاجم بيها طبعا أنا هنا بقول ان هو صعب يهاجم بيها مع الفرقة تمانية وتسئين لان النطاق الجبلي ده يديق جدا ده هو بيحارب بالفرقة بصرايا وكتيب صرايا وكتيب ده يعني جزء صغير لان الفرقة الفرقة عشان نعد كتيبها تتعدى من اتنشر لاربعتشر كتيبة كل كتيبة ثلاثة سرية يعني احنا داخلين في خمسين سرية بمعدل يقارب خمسين سرية بالعناصر القوات الخاصة بيحارب سرية سرية وكتيبة كتيبة جاي يجيب فرقة كمان عشان عمرها ما هتخش في هذا النطاق يا إما هيدعم عنصر منها فقط ويهاجم من الأوسط أو السحيلي بإبرار جوي ليعمل حاجة كبيرة يقدر ده عسكريا المفروض القرار العسكري كده في المناطق الجبلية إن المفروض ما يبقى فيه منطقة جبلية وسبت قواتي فيها أنا أوقف القتال وأسبت القتال هنا وأشوف اتجاه آخر أقدر أخلخل الدفاعات فيه فهو جايب فرقة واحدة سرية لأشياء أخرى إذن في النهاية نقول إن ده ضعف إسرائيلي سواء ضعف في الاستخبارات أو ضعف في القتال على الأرض وهو قدامه الخصم بتاعه اللي هو قوات حزب الله أميز منه في الفرض المقاتل وأميز في استخدام سلاح الفرض المقاتل رغم اختلاف النوعية التكنولوجية وتقدم القوات الإسرائيلية في تكنولوجيا يبقى سيادتك بتتفق مع سيادة الوائل في إنه هما في حالة ارتباك إسرائيلي شديد الآن سواء فيما يخص الجناح السياسي أو الجناح العسكري أو حتى على مستوى العمليات أو على إيران أو بالضبط أو فيما يخص إيران أو حتى على مستوى العمليات زي ما سيادتك تفضلت وإن مسألة الاقتحام البري ما هيش بالصورة السهلة اللي بيحاولوا يصوروها في الصحف بتاعتهم والإعلام الإسرائيلية سيادتك أروح لسعادة اللواء دكتور أيمن عبد المحسن إذا بتسمح لي يا فندم على مدار العام الماضي أيضا وفي خضم التفاعلات اللي بتحدث في المنطقة وجدنا دولة عربية عضو في الجمال العربية عضو في الاتحاد الإفريقي بتستنجد بمصر وهي الصومال الشقيق وشاهدنا اتفاقية تعاون عسكري بين مصر والصومال وده يمكن جيه كمان بالتزامن مع أن مصر رايح عليه تولي مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي وشوفنا جدل كتير أسارته إحدى الدول في منطقة القرن الإفريقي عايزة أسمع تأدير سيادتك لهذه الخطوة وأبعدها أنا بداية أشكر حياتك جدا على هذا السؤال الهام والسؤال المحوري اللي دايما بيتداول في الشارع المصري بداية عايزة أكد مع حضرتك على حقيقة ثابتة أن الدولة المصرية عربية تحافظ على هويتها الإفريقية وتعتز ببعدها الأسيوي من هنا أعايز أقول لحياتك أن الدولة المصرية واعتبارا من 2014 كانت بتنتهج سياسة خارجية نشطة وواعية تستهدف بالأساس تحقيق المصالح المصرية ومن هنا أؤكد أن الدائرة الإفريقية بصفة عامة ومنطقة القرن الإفريقي بصفة خاصة تحمل أهمية أو بعد رئيسي للسياسة الخارجية المصرية لعدة اعتبارات أول هذه الاعتبارات هو الأمن القوم المصري والمصالح المصرية تاني هذه الاعتبارات هو الروابط التاريخية والجغرافية لمصر مع الدول الإفريقية تالت حاجة واللي أنا زكتار حياتك في بداية كلامي هو الحفاظ على الهوية الأفريقية لمصر ومن هنا عايز أقول لحياتك أن الاتفاق التعاون العسكري المصري الصومالي يهدف أو يستهدف بالأساس هو الحفاظ على وحدة الأراضي الصومالية ده نمرة واحد نمرة اتنين هو الحفاظ على المصالح الاستراتيجية لمصر طيب من هنا عايز أقول لحياتك أن خلال زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة تحديدا يوم 14 أغسطس وعقد لقاء قمة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي الرقاء القمة ده كان لي بعض المستخرجات مستخرجات الرقاء القمة أصفرت عن نتائج ما هي هذه النتائج؟ بداية هو تأكيد القيادتين على الروابط التاريخية والتحالف الاستراتيجي بين الدولتين ثاني حاجة التأكيد على الموقف المصري السابت الداعم للصومال والذي يحذر من المساس بالسيادة الصومالية ثالث حاجة ما أصفر عنه القمة هو توقيع اتفاق التعاون العسكري اتفاق التعاون العسكري زي ما قلت الحياتك ده لدعم القدرات الوطنية الصومالية وفيما يتعلق بالتأهيل التدريب الإمداد بالمؤدات والأجهزة العسكرية على وعلى معاونة الصومال في محاربة الإرهاب اللي موجود داخل الصومال اللي هي شخصية مصر المعلنة دعم الدولة الوطنية مصر ما بتدخلش تدعم ميليشيات مصر ما بتدخلش تدعم حركات وفي نفس الوقت هو دعم يأتي تحت مظلة اتحاد أفريقي ويأتي تحت مظلة أمم المتحدة ويأتي تحت مظلة جامعة عربية أيضا طيب هذا ما أفهمه أو ما فهمته من سيادتك حد بيتفرج علينا وأكيد حدرك شفت تعليقات من دي على السوشيال ميديا لماذا نذهب إلى الصومال وأكد لحياتك وأستكمل باقي نتائج القمة عفوة للمقاطع طبعا لا يا فندم العفو أستكمل لحياتك باقي نتائج القمة أن بناء على طلب من القيادة السومالية تم التوافق على مشاركة مصر في بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال لحفظ الأمن والاستقرار في الصومال يعني ده طلب مشروع من الدولة السومالية لصالح مشاركة مصر في هذه البعثة أو هذه المهمة الحاجة الثانية اللي أريد أن أكد لحضرتك عليها أن الصومال دولة مهمة بالنسبة لمصر وأن مصر أعلنت في سياساتها أنها لن تسمح وبتحذر من المساس بالسيادة الصومالية على وعلى كده عايز أكد أن الصومال دولة من ضمن دول منطقة القرن الإفريقي التي تحظى بأهمية خاصة للأمن القومي باعتباري أن هذه المنطقة بيتواجد فيها أهم الممرات الملاحية العالمية وبيتواجد فيها البحر الأحمر لبربط ما بين القرات السلاس أسيا وأفريقيا وأوروبا على وعلى ربط الخليج العربي بالبحيط الهندي وخليج عدن على وعلى مضيق باب المندب ومضيق باب المندب حضرتك أضفت القيمة الاستراتيجية لقناة السويس للبحر الأحمر بالضبط كده تماما اختصرت الموضوع على طول هذا ما أريد التأكيد عليه أما فيما يتعلق بشقة تانية من تساؤل حضرتك أن إحدى الدول انزعجت من هذا التعاون عايزة أقول لحيطك أن هذه الدولة وتحديدا هي دولة أسيوبيا تعمل على زعزعة الاستقرار في الصومال وتقسيم دولة الصومال لتحقيق رغبتها في الوصول إلى البحر الأحمر عبر المياه الإقليمية الصومالية ده معلقة كده أن أي دولة حبيثة في العالم تصحى من النوم الصبح تقرر أنها يبقى لها منفذ بحري أنا بقى ربدا على الحتة دي عايزة أكد مع حضرتك أن الصومال عقدت معاهدة أو مذكرة تفاهم غير قانونية مع أرض الصومال وأرض الصومال ده الحرب تقصد أسيوبيا أسيوبيا عقدت اتفاق مع أرض الصومال أرض الصومال ده إقليم انفصالي غير مطربي هل يجوز لدولة أن تنتهك سيادة دولة أخرى في أن هي تعقد اتفاق غير قانوني أو غير ملزم مع أحد الأقاليم الموجودة والتي تبتدعوا للانفصال أنا عايزة أقول لحيتك أن مذكرة التفاهم دي لو جينا ننظر إليها نجد أن أسيوبيا وعدت أرض الصومال أنها تعترف باستقلال هذا الإقليم في مقابل إيه؟ في مقابل أن أرض الصومال تسمح لها بتخصيص مساحة من الأرض تصل إلى 20 كيلو متر على البحر الأحمر من أراضي أو من السواحل الأراضي الساحلية التابعة لدولة الصومال 20 كيلو متر دول هتستخدمهم أسيوبيا في ميناء تجاري وقاعدة عسكرية على وعلى كده أن هي عايزة تستأجر ميناء بربرة طيب أنا التساؤل الغريب يعني كيف تستطيع دولة زي أسيوبيا أن هي تستأجر ميناء بربرة في حين عندها أزمة اقتصادية كبيرة جدا في حين أنها فعلا تعاني من أزمة اقتصادية ومن سنتين بس لم تستطع توفية حصتها الاستثمارية في هذا الميناء على وعلى كده هي دولة متخلفة عن سداد مستحقتها المالية والتي قدرت اللي هي بتاع الديون الخارجية والتي قد تقدر بحوالي 33 مليون دولار مليون ولا مليار مليون دولار لا أنا بقول لحيتك أن ده فوايد موايد الديون وليست الديون يعني معنى كلام حضرتك أن هي وكيل حاضر عن طرف غائب في هذا المشهد بالتأكيد بالتأكيد بس أنا عايزة نوح مع حيتك لو تسمح لي في عبالة أن ما هو المزعج فيما يتعلق بأسيوبيا وأن الدولة المصرية تعقد اتفاق مع الصومال عايزة أقول لحيتك أن في توترات ما بين الصومال وأسيوبيا فيما يتعلق بالتفاوض بشأن صد النهض وعايزة أكد هنا أن الدولة المصرية على مدار 13 سنة من التفاوض مع أسيوبيا كانت حريصة كل الحرص على محاولة الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن صد النهض ولكن نتيجة التعنت الأسيوبي ونتيجة الممطلة الأسيوبية ونتيجة عدم توفر الإرادة السياسية أن هم يتوصلوا لاتفاق ملزم عايزة أقول لحيتك أن احنا بدأت مفاوضات أو عقد اللجنة السلسية اعتبارا ما بين مصر وأسيوبيا والسودان ده عقدت في سبتمبر 2014 استمرت لمدة ثلاث سنوات ولم تحقق أي نتائج في 2017 الدولة المصرية عرضت اقتراح بمشاركة البنك الدولي البنك الدولي يشارك عشان يدرسوا ومزارة الخزانة الأمريكية كانت داخلة طرف ومزارة الخزانة الأمريكية عشان يدرسوا التدعيات أو الأثار على دولتين المصب ولكن مع الأسف الشديد كان هناك تعنت ورفض أسيوبي على وعلى كده إن استمرت هذه المفاوضات حتى 2019 ما بين وزراء الري والموارد المائية للدول الثلاث ولم تسفر عن أي نتائج وتوقفت إلى 2021 لدخول أو شارك في المفاوضات هو وزراء الخارجية وزراء الخارجية بتتعاون مع وزراء الموارد المائية والري واستمر هذا الموضوع ثلاث سنوات آخرين ولم يتصلوا إلى أي نتائج وأعلنوا رسمياً أن المفاوضات وصلت إلى طريق مزدود كانت الدولة المصرية تحاول أنها تقابل هذا التعنت الأسيوبي بالهدوء والصبر والحكمة لاحتواء الموقف ومحاولة التوصل إلى اتفاق ملزم الدولة المصرية لا تمانع من إنشاء سد النهضة للتنموي لأن أعلنها صريحة نحن ساعدنا دول حد نيل بالضبط كده فاندم ساعدنا تنزانيا فخامة الرئيس أعلنها صراحة خلال افتتاح وقاعدة عسكرية على الحدود الليبية قال أن نحن نتفهم متطلبات أسيوبيا للتنمية ولكن لا يجب أن تكون على حساب مصر أو على حساب دول أخرى وهنا هو هنا بالنسبة له هي متطلبات تنمية لكننا نحن بالنسبة لنا ده ملف وجودي بالضبط يا فاندم كنت حاكد مع حضرتك نحن ممكن نتكلم في حلقات على مياه النيل ويعني هي ملف وجودي بالنسبة لمصر من بداية نشأة الدولة المصرية القديمة أصلا يعني فالحديث يا طول إذا بتسمح لي يعني يا سيادة اللواء وحضرك يعني كويسنا أخدت الحديث لدولتين المصاب أذهب به الحديث لسيادة اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم عايز أتكلم عن السوداء إذا سيادتك بتسمح لي فضل دفان الأقصى واشتعال الوضع في غزة وفي لبنان وفي عدد من الجبهات في منطقة المشرق العربي خطف الأنظار مما يحدث في السودان السودان يشكل لمصر خصصية كبيرة للضايا حابب أسمع من سيادتك تقدير موقف لما يحدث في السودان الآن بسم الله الرحمن الرحيم طبعا السودان زي ما قلت حضرتك بيمثل لمصر عمق استراتيجي وعمق أمني للدولة المصرية كدولة جارة كأشقاء كشركاء في نهر النيل على مدار حوالي 18 شهر وأكثر من 500 يوم تدور الصراعات داخل السودان وأنا أتمنى أن تنتهي في القريب العاجل لأن من دراسة التاريخ الحروب الأهلية في السودان بتطول شوية وأنا أتمنى ألا يحدث الآن يعني الحرب الأهلية الأولى في السودان كانت من 55 إلى 72 الحرب الثانية كانت من 83 إلى 24 و 21 سنة وهكذا الصراعات دي طبعا بدأت ما بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع وده كان بسبب أنه رفض قوات الدعم السريع الدخول في الدمج في القوات المسلحة بالرغم من أنه صدر قانون في 2017 بدخول ودمج قوات التدخل السريع في تحت مظلة الجيش السوداني لكن قوات الدعم السريع رفضت هذا القرار ويعني تصرعت على السلطة مع الجيش السوداني على الرغم منها قوات يعني كانت تم يعني الاستعانة بها من قبائل الجنجويت تسكن أطراف الصحراء الغربية في إخماد الحركات التي ظهرت في السودان في غرب السودان واللي كان مسلح هذه القوات هو الجيش السوداني واللي استعان بها في مقاومة هذه الحركات هو الجيش السوداني وطبعا نقدر نقول أنه كان خطأ كبير من الجيش السوداني لأنه سلح هذه القوات واعتمد عليها في القتال في جميع الحروب الداخلية السودانية ده حنقلنا لنقطة كيفية وصول قوات الدعم السريع إلى هذا الحجم وهذه القوة هو اعتماد الجيش السوداني عليها وهو اعتبرها أنها هي قوات المشاء التي تقاتل للجيش السوداني وجيش السوداني فضل يقاتل بها وهو قاعد في سكناتهم حضرك بتشرير ريليا الفترة اللي اشتعل فيها ملف دارفور بالضبط وما بعده النقطة دي تنقلنا إلى أنه متى تنتهي الحرب في السودان طبعا الحرب في السودان هتنتهي لازم لأنه مش هتنتهي بالأمور العسكرية أو بالاقتتال لأنه كلا القوتين لا يمكن أن يحسم المعركة قوات الدعم السريع يبلغ قوامها من 80 لـ 100 ألف فرد مسلحة بحوالي 10 تلاف مركبة خفيفة لاندو كروزر تسليح خفيف يعني عندها خفة الحركة وتستطيع أن تصل إلى أي مكان بسهولة وبسرعة لكن قوات الجيش رغم منها تمتلك من الأسلحة أكثر وتمتلك قوات جوية وتمتلك عناصر مدرعة ويبلغ قوامها حوالي 150 ألف فرد بالإضافة إلى قوات دفاع شعبي مثل هذا العدد إنما يعني في الفترة اللي فاتت التدريب كان ضعيف الجيش السوداني انشغل بالعملية السياسية والاشتراك في السلطة ولم يهتم بعملية التسليح والتدريب للقوات المسلحة التدريب الكافي ولكن كان كل الدعم رايح لإنشاء وتجهيز قوات الدعم السريع التي انقلبت عليه بعد ذلك رغم أكثر من عشر محاولات أو عشر يعني محاولات تفاوض قامت بها عدة دول بما فيهم مصر اشتركت الدولة الوحيدة اللي اشتركت في العشر محاولات لم يصلوا إلى حل مع كلا الطرفين لماذا؟ قوات الدعم السريع رفضت تشترك يعني تندمج في القوات المسلحة القوات المسلحة مصرة تحت أي ظرف على أن تكون قوات الدعم السريع بإخلاء جميع المناطق التي احتلتها وجميع المساكن المدنية أو المنشآت الخاصة التي استولت عليها الشرط الثاني برضو الفرضاء الجيش أو القائمين على الحكم في السودان هو عودة السودان إلى مجموعة الدول الأفريقية يعني مجموعة الدول الأفريقية لما دخلت علشان تحل اشترطوا هذا الشرط لما الجانب الأمريكي بالتعاون مع مصر والسعودية اشترطوا أو حاولوا يقدموا حلول اشترطوا أن قوات الدعم السريع تقبل أنها تنسحب من جميع المناطق التي احتلتها حتى يتم التفاوض كلا الطرفين يتصارع على السلطة بالتعاون مع بعض القوى الجيش السوداني مع القوى السياسية بالإضافة إلى بعض العناصر من النظام السابق وهي عناصر إخوانية مجموعة أو عناصر الدعم السريع قبال الجنجويد بالإضافة إلى عناصر خارجية هي التي تؤجج الصراع بين كلا الطرفين الصراع متشابك بهذا الشكل الوضع الإنساني في السودان والسودان في الأصل كان يعاني وزي ما قولنا السودان ليه خصية؟ هل يستحق السودان هذا المصير؟ هل يستحق الإنسان السوداني اللي احنا دايماً بنقول الإنسان السوداني إنسان على درجة عالية من الثقافة يعتز بوطنه ويعتز بشخصيته؟ هل يستحق هذا المصير؟ طبعا لا أستحق شعب السودان طبعا اللي بالغ تعداده حوالي أكتر من 48 مليون 25 مليون منهم دخلوا دائرة الفقر 12 مليون حالة نزوح 2 مليون نزوح خارجي و10 مليون نزوح تاخلي ارتفاع الأطعار من 100% إلى 400% في جميع السلع خسائر السوداني فندم نتيجة هذه الحرب اللي تجاوزت 500 يوم من 800 مليار إلى تريليون دولار وكل ده بيعود بالكارثة على الشعب السوداني خسائر طبعا بالإضافة إلى الخسائر الخاصة والخسائر العامة يعني المبلغ ده بخلاف هذه الخسائر الأوبئة والأمراض اللي انتشرت في السودان البنية التحتية فيه خسائر كبيرة كل المؤسسات الاقتصادية فيه خسائر طبعا كل ده يعود على الشعب السوداني وعلى المعاناة اللي بيعيشها الشعب السوداني وزي ما قلت حضرتك في الأول أنه الحرب فيه غزة والحرب فيه جنوب البنان أخذت الأنظار خالص عن الحالة السودانية ده حتى يعني فيه تقرير حديث طلع قال ما يحدث في السودان من قتل ومن تجاوزات يفوق ما حدث من توقيت الحرب العالمية السنية بشكو حرايك شكرا جزيلا أستاذ نسيادتك بقى أنفقل لسعادة لواء أركان حرب وسامة محمود المستشار بكلية القادة والأركان نروح للجار ليبيا وليبيا أيضا كان لها نصيب أن الأنظار كلها اتجهت ناحية ما يحدث في غزة وامتدادات ما يحدث في غزة بتقدير سيادتك للموقف النهاردة في ليبيا إلى أي مدى التقاربات المصرية التركية اللي شاهدناها في العام الماضي تنعكس إيجابا على إحداث أي تقدم سياسي في هذا الملف مساء الخير مساء الخير هو طبعا أنا بس في حاوزات دي مقدمة سريع عن الموقف في ليبيا نحن من 2011 نصمت بطورة الفاتح يعني ارتباطا بالربيع العربي أو الخريف العربي أيا كان مسمى وسقوط نظام عمر القذافي يعني حتى 2016 تحديدا تنوابت على ليبيا ست حكومات يعني لو بنتكلم بالشكل النظر المبسط يعني حكومة كل عام أو عام ويزيد قليلا بدأت طبعا ما الاحتفاظ بالألقاب للسيد عبد الرحيم الكبل علي زيدان لعبد الله الثني منه إلى عمر الحيس لخليفة الغول إلى أن وصل ليه ما يعرف باسم اتفاق الصخيرات والصخيرات يعني مدينة في المغرب عملوا فيها اتفاق سنة 2015 أفرز هذا الاتفاق عن حكومة سيد فايز السراج في عام 2016 على أن تقومة دي الحكومة يعني بتسير الأعمال وتسارع بقى إلى انتخابات رئاسية يعني وبداية النهضة يعني في الدولة مرة أخرى بعد ما أصبها من ويلات التنازع المسلح نتيجة الحرب يعني والحرب الأهلية التي تمت يعني حربين أهليتين في الحقيقة يعني إحدى هما في 12 إلى 14 والتنازع 14 يمكن إلى 16 وتعتبر يعني أن عملية الكرامة هي اللي أوقفت هذا الموضوع اللي قام بيها المشيخة في حفتر المشكلة أن فيه مفترق طرق هو اللي عاوزين نوضحه للناس لماذا القضية اللي بيها هي في الحقيقة مستقرة ولما أقول مستقرة مش معناها أنها جيدة الاستقرار معناها أنها لا تدهور ولا تقدم وضع السبات حالة استقرار لو نتكلم عن الله لا يقدر حدثة الوحدة الأخبار لهم حالته مستقرة معناها أنه هو مستقر ما تدهورش ولكنه ما تقدمش ما بيتحسن دي حاجة تالي فالحالة في ليبيا الآن مستقرة إلى حد ما تستطيع أن تقرنها بالهدوء النسبي هو بعد حكومة السيد فايز السراج يعني تم عمل انتخابات مرة أخرى فأفرزت عن السيد عبد الحميد الدبيبة الذي تولى منصبه في بداية عام 2021 على نقوم هذا المنصب لمدة عام أيضاً يتم خلاله يعني البحث وراء انتخابات كان مفروض أنها تعقد في ديسمبر 2021 هنا بقى السيد عبد الحميد الدبيبة يعني توقفت هنا تقدر تقول العجلة أصبحت فيها نوع من يعني الارتباك حكومة الوفاق الوطني اللي هي موجودة في طرابلس التي يعني تحدثنا عنها بدءاً من السراج بعض السخيرات في عبد الحميد الدبيبة عندما أتى دورها لتشغيل حكومة أخرى السيد عبد الحميد الدبيبة لم يتركها وبالتالي جي مجلس النواب في طبرق ده بقى في الشرق يعني قرر تشكيل حكومة برئاسة السيد أسامة حميد فأصبح لدينا حكومتين يعني إحداهما فاعلة أكثر اللي هي في الشرق والأخرى يعني يدعمها مفترض المجتمع الدولي اللي هي في الغرب اللي هي المفرزة عن اتفاق السخيرات وحتى الآن لم يتم حدوث أي انتخابات أيضاً رئاسية كيف يسهم التقارب الأخير بالمصر والتركية في دفع هذا الملف أيوة بالضبط ده اللي عاوز أتكلم فيه إن أصبح الآن مطلوب من قوة فاعلة في الإقليم إن اتحدت وتدخلت في هذا الشأن بموافقة طبعاً أممية قد يكون هذا هو الذي يصلح الموضوع لو بصنا لمصر وتركيا الاثنان دولتان قوتان وازنتان ما في الشك لهم ثقاليهما في الإقليم سواء في أفريقيا أو حتى في أوروبا بعد حوالي عشر سنوات طبعاً من حالة الجمود يعني نتيجة الناس كلها تعرفها منذ يعني تولي السيد الرئيسة بتاع السيسي كان فيه اعتراض من شخص الرئيس تركي نفس ولكن اتهى هذا الأمر بزيارة الرئيس تركي لنا في مصر في فبراير ثم رد الزيارة من السيد الرئيس السيسي في بداية سبتمبر الفائت وبدأوا الآن يعني ينظروا يعني من خلال شباك واحد وأعلن إن من أهم قضاياهم المشتركة هي ليبيا ارتباطاً بالقاتي يعني مصر لديها طبعاً تعاون وثيق مع الشرق الليبي ولها أيضاً اتصال مع حكومة الوفق في الغرب واهتمامنا بليبيا كلها يا ليبيا الكيان معه إحنا متصلين بالطرفين بس كنت عزول تركيا اتصالها أكثر بالغرب ولكن يعني ما أفرزه وزير الخارجيات التركي حقان بعد اللقاء الفائت بين الرئيسين قال إن يعني كمان تركيا على وشك أنها تفتتح سفارتها في بنغازي وهديه في الشرق إذن مصر وتركيا من خلال عدة مجالات يمكن هما الاثنان أن يحققوا هذا الموضوع في المجال السياسي على سبيل المثال إن كنا إحنا إدينا مدى في الشرق والغرب وهم لديهم أيضاً في الغرب وأصيص بعيداً في الشرق من خلال ثقة للدولتين يمكن رأب الصدع السياسي وتمرير العملية السياسية وبدء صلح الأطراف والنظر لما هو قفض وستقبل ليبيا النظرنا إلى الموضوع العسكري يمكن توحيد الجامعات المسلحة المتناثرة والمترمية في شرق ليبيا وغربها وجنوبها أيضاً فيمكن توحيد هذا تحت راية مثلاً وزارة الدفاع أو الجيش الوطن دي بالحر وبدء بناء مؤسسة حقيقية يعني تقول تحت قائد عسكري يعني له ثقة له أيضاً والآخر لإدارة مؤسسة عسكرية في ليبيا نبصينا المجال المجتمعي أو التنموي نجد أن مشاريع الإعمار مصر مشتركة فيها وأيضاً تركيا مشتركة فيها ومشاريع الإعمار دي تعود بالنفع على العمالة أصلاً الداخل الليبيا سواء كانت من الدولتين أو من مصر أو من غير مصر تعود بالنفع على الجامعات المسلحة أنها ممكن تترك السلاح فهو المهم في الأساس أن تعود ليبيا لمباشرة دورها بفعالية مرة أخرى في المنظومة العربية أنا مش قادر إن سيادتك تبقى معانا ومنقلش برضو على الوضع الميداني في غزة في غزة غزة تفضل طب قبل ما تسأل في غزة أنا أصدقل ثقل مصر وتركيا وارتبطهم الاثنين مؤكد إن هو هيدفع الأمام هو ودافع كويس على أن يفاعل بس في أقرب أنا النهاردة في 7 أكتوبر 20-23 كانت حركة حماس مسيطرة تماما على قطاع غزة غزة صحيح النهاردة في 7 أكتوبر 20-24 الوضع الميداني في غزة إيه الأراضي اللي تم ابتلعها كيف ستعود مرة أخرى هذه الأراضي الوضع الميداني نفسه لحركة حماس النهاردة إيه طيب يعني أشكرك على السؤال وهو سؤال في الحماس حام جدا لإضاحة الفكرة للناس يعني إحنا لو أنا قلت الكلام ده قبل كده وسأقوله مرة أخرى يعني ما كان الهدف أساسا من 7 أكتوبر حتى يعلم الجبيع في تقديري أنا الشخصي والكلام محسوب علي إن حماس ساعد فيه ما يعرف باسم عملية طبييد السجون يعني يعني يفترض أن هناك أسرة من حركة حماس يتعدى عددهم الأربعة تلاف أسير في السجون الإسرائيلية وكانت هناك عملية ناجحة في تبادل الأسرة في عام 2000 يعني تذكرت عام 2011 يعني على أسير واحد استطاعوا تحرير فوق الألف أسير وذكرنا إن السيد يحسن نوار نفسه كان من الأسرة دول إذا كان اختطاف 252-256 جندي عملية كبرى وهي محسوبة عسكرين ما يدنها يعني في الحقيقة مدبرة بشكل لا يقل على الامتياز هذا هو الهدف منه فهل كان لهم سيناريو آخر إن حصل يعني أو حدث مثل ما حدث من حكومة نتنياهو بعدوان غاشم بهذا الشكل الذي دمر أكثر من 75-76% من البنية الفوقية لهذا القطاع وشرد أكتر من مليون ونص يعني بني آدم في القطاع اللي هو بيكتزب أجمل ريزب الكسافة في العالم اثنين ونص مليون ساكن في حوالي يعني إذا تصورت 27 ألف كنوات مربع الموضوع إنه النهاردة حماس بعد 7 أكتوبر النهاردة 7 أكتوبر بعد عام تسع وراء هدنة بعد ما كان الموضوع إن إحنا يعني 256 أسير نستطيع أن مثلا نكتسم رؤون مكاسب يعني ما عادش الموضوع حتى إن الهدنة اللي حتقر ممكن ما تديش حتى المكاسب اللي صعوره رأسانا وعشان كده بنقول من يخطط استراتيجيا عليها أن يضع لهذا التخطيط بديل أول وبديل ثاني اللازم الأمر فإن تطورت الحالة وتدهورت لابد أن أتوقف في مرحلة معينة بقى أقول يكفي هكذا وأن نأخذ المسار الآخر اللي ده هو بالمناسبة ما دروس ومعد له السينيرات بتاعته ونتائيه أيضا مرتقبة فده رأي عن الموضوع نهاردة يعني أكيد بحث عن هدنة وأصبح الموضوع ليس حماس فقط وغزة ولبنان والضواحي وبدأنا أتذكر أيام حرب تموز 2006 وأصبح العالم كله على يعني على صفيح ساخن طبعا بشكو حراك شكرا جزيرة أستاذ سيادتك أروح ليه سيادة العميد عميد دكتور طريق بكاري العكاري عفوا العكاري عفوا العكاري عفوا خطأ عندي أنا على مدار التلاتين سنة اللي فاتوا في دول إقليمية وهي يعني دولة إقليمية تستسمر في الفاعلين من دون الدول النهاردة طبيعة ودور الفاعلين من دون الدول نحن نتكلم النهاردة على ميليشيات وحركات تقريبا عاملة حزام محيط بمنظومة الأمن الإقليمي العربي كله إذا جازل تعبير السسناء الوحيدة هي مصر طبيعة هذه الحركات النهاردة في ظل الهجوم الإسرائيلي الشرس اللي بيتمه هل الإقليم هيودع مرحلة الفاعلين من دون الدول ولا هنشهد إعادة إحياء ليهم بصورة أو أخرى أم الدولة الرعية لهم قررت تغلق هذه الصفحة طيب هو السؤال صعب عشان أنا عميد وهم لوقات فماشي يعني ما فيش مشكلة خلينا بس نقول الأول الفكرة من تواجد هذه التنظيمات في البلاد اللي موجودة كل البلاد اللي ذكروها السادة الزمل أو السادة القادة إن كان فلسطين، لبنان، الصومال، السودان، ليبيا، اليمن، عراء سوريا، كل البلاد دي هي أيمى على إن فيها حركة مقاومة مسلحة طيب حركات المقاومة المسلحة بتحتاج إيه؟ الفكرة والبيئة الحظمة والتمويل واستمرارية التمويل وبتحتاج آلية استقطاب الشعب أو الاستقطاب الشعبي طيب الفكرة هي دايما بتقطع للإسلام السياسي أو يعني الحسيين كانوا عندهم فكرة ثقافية اجتماعية بالماد الشيعي والفكرة الزايدية حركات المقاومة الفلسطينية بتكلم على مقاومة الاحتلال لازم هتلاقي فيه فكرة براقة وشعار براق يستقطب من خلاله الشعوب فدي الفكرة البيئة الحظمة مفيش حركة مقاومة مسلحة في كل البلاد اللي ذكرت أو في أي بلد فيها حركة مقاومة مسلحة فيها جيش قوي فالجيش القوي لا يمكن يسمح بحركة مقاومة مسلحة في الداخل وهو البيئة الحظمة عشان هو يشتغل لازم يبقى عنده جيش ضعيف أنا عايزة أقفى عند النقطة دي يعني أنت بتستثمر في لهم ما يسموا النهاردة فعالين من دون الدول استثمارك فيهم أول حاجة بيدرب وجود جيش وطني ضربت وجود جيش وطني يبقى ضربت وجود مؤسسات ودولة وطنية في الأرض اللي فيها هذه الدولة وهذه الحالة وهذه السيولة الإقليمية بنحية فيها بدأ الاستثمار من 30 سنة تقريبا بس التفاعلات كلها بدأت مع ما سميها كذبا بالربيع العربي ومن قبل كده حضرتك هي أفغانستان من 30 سنة زي ما حكي قلت وأكثر التنظيمات اللي نشأت في أفغانستان اللي هي دايما التنظيمات في المنشأ بتاعها بترعاها أجهزة مخابرات دول وهي اللي دايما بتدعم بترعا التمويل بالذات في فترة النشأة بعد كده بيبتدوا ياخدوا يقرروا لهم مجموعة من التجارات الغير مشروعة ومجموعة من البزنس أو الاستثمارات اللي هي في الآخر غير خضعة للدرائب وغير خضعة لأي حاجة بس إحنا إحنا ما شفناش كل المجموعات دي بيحموا أهل غزة ما نجال حضرتك يعني إحنا شفنا حتى ردودهم حتى بعد ما طلع بيانات ليهم بعد اختيال حسن نصر الله لا حتى بعد ما طلع البيان بتاعهم بعد اختيال نصر الله كان بيانهم استهداف لمصالح مصر لما اتكلموا على الملاحة واستهداف لمصالح بأمارات صح فين غزة في الموضوع ما أنا اللي عايز أقوله أنه دايماً طول ما فيه طرف ممول الطرف الممول ده هو اللي بيرعى مصالحه في الزراع اللي بيستخدمه الطرف المستفيد من التمويل اللي كان حزب الله أو إذا كان قوات الحجد الشعبي في العراق أو إذا كان حركات المقاومة الفلسطينية أو إذا كان الحوثيين أو حتى الزينبيون والفاطميون في العراق وكل الحركات دي المستفيد ليس هو من يقرر مستهدفاته من يقرر مستهدفاته هو الممول الممول هو اللي هيعمل المستهدفاته أنا أنت هتسمع كلامي لأن أنا بدفع الفلوس مش هتسمع كلامي مش هتفعل فلوس زي ما حضركم شايفين كلنا قاعدين ننصت ونستمع للقادة فضاء أهلا بحضراتكم من جديد والجولة التانية من النقاش نعتبر دي يعني صهرة سياسية واستراتيجية يا رب الكل يبقى يعني متفاعل معاها لأن أنا شايف ما شاء الله التفاعل على السوشيال ميديا ويا رب دايما نبقى عند حسن ظن حضراتكم أنا كنت توقفت عند سيادة العميد دكتور طارق العكاري ومش هرجع لنفس النقطة علشان جت لنا أسئلة زملاءنا الصحفيين اللي مشارفيننا في مقاعد الجمهور وكان الأستاذ عبد العال نافع زملنا الصحفي في أخبار يوم وجه سؤال لسيادك السؤال هو أثر طفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي وهذه العربدة الإسرائيلية على الاقتصاد العالمي أخذ فيه لإعتبار الحديث الآن على المنشآت النفطية وإزاي إسرائيل قادرة على إطالة أمد الحرب رغم خسائرها الاقتصادية وأيضا الخسائر الاقتصادية للولايات المتحدة الخسائر الاقتصادية الإسرائيلية لو كانت إسرائيل وقفة بمفردها في المشهد ما كانتش هتكمل تلات شهور الدعم اللامحدود من الولايات المتحدة الأمريكية ووجود مؤسسة وحيدة في الداخل الأمريكي يسمح لها بالاقتراض بفايدة أقل اللي هي مؤسسة إسرائيل للتنمية وقد قامت باقتراض أكتر من 17 مليار دولار في أول 6 شهور من الحرب ده غير المساعدات الأقلاء دي سندات يعني يا أستاذ أحمد الدول لما تيجي تقترب بتقترب يا إما من صندوق النقد يا إما من باك الدولة إسرائيل حاجة تانية إسرائيل هي الوحيدة في الداخل الأمريكي اللي عندها مؤسسة تنمية إسرائيل مؤسسة دي من حقها تصدر سندات زي زي الحكومة فهي أصدارة سندات والأكثر غرابة من كده إن السبع مليار اللي تدفعوا منهم كل البنوك طبعا الأوروبي دوتش بانك وبانك وفا كل البنوك الأوروبية بيان بي باري با كل البنوك والأكتر من كده إن السندوق التقاعد اللي هي مفهوظة بتستثمر استثمارات آمنة هي دفعت لهم سبع مليار فده غير العشرين مليار اللي هو لسه الرئيس بايدن ماضي عليهم غير الثمانية والسبعة مليار اللي لسه مدينه لهم غير خمسين ألف طن أسلحة وأكتر من سبعمائة تمنمائة رحلة جوية فإحنا بنتكلم في دعم لا محدود وحقيقة بتتحدث عن دولة هي نقدر نقول الولاية رقم خمسة وخمسين والأربعة وخمسين في أمريكا وهي ليست دولة تقدر على الوقوف بذاتها حتى تصرفتها كدولة ما تقدرش تقول إن هي بتتصرف كدولة يعني هي أقرب ما تكون إلى الحركات والميليشيات الاغتيالات القتل بارح نتنياهو كان حديثه فيما يخص إيران إن كل خطوة تم تنسقها مسبقا مع الولايات المتحدة أنا بشوف إن كل التصريحات اللي تقالت من الولايات المتحدة على لسان السياسيين والديبلوماسيين حصل عكسها الرئيس الأمريكي قال إحنا الصفقة أطبحت جهزة للنضوج لم تندق الصفقة حتى اليوم ما تخشش لبنان بتوغل بري دخل لبنان بتوغل بري فكل التصريحات اللي تقالت من أمريكا فنعمل عكسها التأثير الاقتصادي على لو حصل إن فيه ضرب على منابع النفط أو مصافي النفط أو على وحصل رد عكسية كمان من إيران إيران بتطلع تقريبا حوالي مليون 880 ألف برميل يوميا والمشتري الرئيسي منها هي الصين لو هفترض إن الكمية دي قلت هيحصل عجز في السوق العالمي فالصين هتخش تشتري من نفس السوق اللي كل الدول بتشتري منه فهيحصل ارتفاع في الأسعار غير الردة اللي هي زي ما قال خلي بقى الحاجة بقى احنا بنتكلم على إيران بنتكلم على المرشد ولا بنتكلم على بسشكيان الإصلاح والتفاوض ولا بنتكلم على الحرس السوري فاحنا برضو في دولة قرارها ما هواش يعني نقدر نوجهه في اتجاه معين يعني دهاش نقول إن اتجاه الدولة العام دلوقتي هو اتجاه الرئيس اللي هو عايز الإصلاح والتفاوض ومنتظر رئيس ترامب حتى أو منتظر منسى يربح في الانتخابات الأمريكية حتى يعني يتم التفاوض وفي الوقت نفسه ده فرض اللي بيعملوا نيتنيا والنهاردة هو فرض للتعامل العسكري مع ملف إيران طبعا بس أنا بقول حيك إن لو حصل ردة كمان عكسية من إيران على الغاز أو أبار الغاز اللي موجودة في إسرائيل فاحنا العالم كله حيخش في أزمة كبيرة جدا وهم يعني في نهاية المطاف هو يعني أعرف حيك زي ما يقولون مشتعبان في الفلوس هو سهل جدا إنه هو بياخد التمويل وعنده يعني ما عندهش حساب خالص لأي نوع من أنواع الدعم المالي أو الدعم العسكري الأثر الاقتصادي اللي موجود من حرب غزة والأثر الاقتصادي اللي موجود من حرب أوكرانيا إحنا بنتكلم من أيام حرب أوكرانيا إحنا نجد أن ننسى إن البتروك كان بـ 38 دولار قبل حرب أوكرانيا والنهاردة إحنا بـ 77 يمكن أو 78 وكان وصل 138 دولار فكل الضغوط دي بتضغط على بلاد في أوضاع اقتصادية صعبة والجميع يتأثر بيها فعايز أقول إن في كل ما يحدث في المنطقة الجميع خاسرون لحدش هتطلع كسبان من الحرب دي لا إسرائيل هتطلع كسبانة ولا اليمن هتطلع كسبانة ولا الحوثيين هي مبررات نتنياهو من أول يوم في الحرب هي مبررات شخصية جدا أستاذ سيادتك أروح سيادت اللوة الدكتور وائل السؤال من الأستاذة منار زاهر السؤال لسيادتك هي بتقول حماس أول ما بدأ الطفان الأقصى كان هدفها إنعاش القضية الفلسطينية ومبدأ حل الدولتين ده بحسب سؤال الأستاذة منار وإسرائيل ردت بحرب إبادة لإماتة القضية وقطع أي أمل لحل لها أي من هما نجح فيه هدفه لأ النص التاني من السؤال كده بعد هزاك أستاذ أحمد حماس لما بدأت طفان الأقصى كان هدفها إنعاش القضية الفلسطينية طبيض السجون إزا جاز التعبير له هضيف لسؤال حضرتك تمام ومبدأ حل الدولتين إسرائيل ردت بحرب إبادة لإماتة القضية الفلسطينية وقطع أي أمل لها مين منهم حقق هدفهم أولا الجزء الأولاني من السؤال فيه خطأ رهيب حماس ليس من ضمن مبادئها حل الدولتين دين مراوحة ده موضوع حماس والجهاد الإسلامي وجميع حركات المقاومة لا تؤمن لا تؤمن بموضوع حل الدولتين ما يؤمن بحل الدولتين هي السلطة الفلسطينية وبقيت العالم كله إنما هم عايزين دولة فلسطينية على كامل الأرض الفلسطينية ده مبدأ ده مبدأ حماس ما حدث من أي منه محقق أهدافه أعتقد إن حركة حماس من طفان الأقصى وما حدث من تحركات ضد الجيش الإسرائيلي هو أحيى القضية الفلسطينية ولكن أحياها ضعيفة للأسف يعني هو كان أنا عايز أقول إن الفترة ما قبل طفان الأقصى كنا وصلنا لمرحلة إن القضية الفلسطينية بدأت الكلام فيها يصبح يكون نادرا على المستوى الدولي على المستوى الإقليمي بدأت عمليات تطبيع وبدأت إن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يتخذوا موقف يقول السلام الاقتصادي وليس الأرض مقابل السلام فهنا بدأت آه هو أحيى القضية الفلسطينية بس للأسف الشديد ما هو الحل نحن دولات كنا بنقول مصر عندها مبدأ حل الدولتين الدولتين دولة فلسطينية مستقلة على 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 حدود 4 يونيا قبل 5 يونيا وقص الشرقية حاصمة دلوقتي إحنا مين حيقعد يتكلم في هذا في هذا في هذا السيناريو مفيش توحيد رغم أنه أحيى القضية الفلسطينية إنه مفيش وحدة فلسطينية تتكلم في هذا في هذا الموضوع اللي هو حل الفلسطينية الحاجة الثانية إسرائيل إسرائيل فردت بعض من الأهداف لها خلال عملية بقى ما يطلق عليها السيوف الحديدية يعني هي حماس عمل الطفان الأقصى وإسرائيل ردت عليها بالسيوف الحديدية السيوف الحديدية دي كانت أهدافها نمرة واحدة خضاء على خدرة حماس نمرة اثنين تأمين غلاف غزة أو مستوطنات غلاف غزة من أن هي يتم إطلاق نيران عليها ولكن ده الهدف الظاهر ولكن ما حدث فعليا إن إسرائيل نفذت إبادة جماعية ضد ضد السكان في خطاع غزة لم يتبقى من غزة شيء ولم يتبقى من أنا يعني أنا مش شايف في في خطاع غزة ده يعني لا بنية أساسية لا جامع لا مستشفى لا مدرسة يعني ومين هيتحمل يعني يوم الحرب دي تقف مين اللي هيتحمل إعادة أعمار غزة ما هم يعني أنا أنا مش يعني عشان كده بقول هنا حتى هم يعني الحماس والفصائل الفلسطينية قعدوا في الصين ومع السلطة الفلسطينية عشان يوحدوا الجانب الفلسطيني وورقة مضى ولم يتم أي شيء في هذا الجنب هنا أنا دايما أقول ومصر عندها قناعة إن لازم يبقى فيه هي سلطة فلسطينية واحدة تضم الشعب الفلسطيني كله ما يبقاش فيه شرزمة للشعب الفلسطيني ما بين حماس وما بين الجهاد وما بين القاومة الفلسطينية لازم يبقى فيه كيان واحد قادر إن هو يقعد ويتفاوض لتنفيذ الهدف القضية الفلسطينية تمام يا فان طيب السؤال لسيادة اللواء دكتور إبراهيم عثمان الأستاذة بسمة حسن وكالة أنباء الشرق الأوسط تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على أكثر من نقطة في المنطقة واتساعة نطاق رقعة الحرب ده بيخلنا أيضا للحديث ما يحدث في لبنان أيضا طبعا التداعيات التداعيات سلبية بالكامل وطبعا الأستاذة بسمة الشرق الأوسط فتتكلم سؤال عام على الشرق الأوسط كله التداعيات بدايتها هتبقى على التداعيات سياسية خطيرة على العلاقات بين جميع دول الشرق الأوسط من ناحية وعلى علاقتهم ببقي المجتمع الدولي وخاصة الغربي من ناحية أخرى تداعيات اقتصادية رهيبة منها حاليا احنا شايفين الحالة الاقتصادية بتقول إلى الأضعف تداعيات عسكرية خطيرة وهي زيادة التسليح في أيدي أقول الفواعل غير الدول الفواعل غير الحكوميين زيادة التسليح معاهم ده يؤدي إلى زيادة العمليات الإرهابية مستقبلا ما لم يتخذ المجتمع الدولي شيء يحد من هذا الموضوع التداعيات أيضا إذا تدخلت إيران هو هذا الشيء بالنسبة لإيران مستبعد لأن إيران حتى لو بتقوم بضربة ضد إسرائيل في مواقف معينة بتبقى ضربات محسوبة لأن مشكلة إيران ما بعد الضربة إيه اللي هيتم بعد الضربة لأن إيران حاليا يحطها تهديدات ويحطها تحديات خطيرة تهديدات من جانب إسرائيل وتحديات اقتصادية وتحديات أساسا من عدم قبلها من المجتمع الغربي بشكل عام نتيجة مشروعها النووي فإذا هنا المنطقة هتنفجر بأشياء أخرى لذلك حتى نقول الكوات اللي احتل إسرائيل حاليا في الجنوب اللبناني متحسبة أن يتاخد لها أسير وده برضو اللي معطلها في الهجوم بعض الشيء لأن لو حزب الله نجح في أسر بعض الجنود الإسرائيليين هتتغير الكفة بعض الشيء حاليا لو حزب الله أو ادري أنه هو يعمل عملية مضادة يعمل هجوم في قطعة معينة ولو فترة صغيرة زي ما حماس عملت يوم 7 أكتوبر هيغير الموازين في جنوب لبنان لكن إسرائيل متحسبة من هذا الموضوع لذلك عاملة حصار قوي حصار بحري وحصار بري قوي وحصار من جهة الجنوب اللبناني من اتجاه سوريا فهي متحسبة من هذا الموضوع من موضوع أن يتخذ لها أسراء في الجنوب اللبناني طبعا بالنسبة لغزة تدعيتها كلها سلبية سواء على القضية الفلسطينية نفسها لأن الهدف الرئيسي السياسي الحالي لإسرائيل هو الغير قضية الفلسطينية برمتها والاحتلال قطاع غزة لفترة قادمة طويلة قد تصل إلى سنين وفي نفس الوقت الضفة الغربية تلاشى فيها الفواصل بين المنطقة ألف والمنطقة به والمنطقة جيم وأصبحت ثكنة عسكرية كاملة للقوات الإسرائيلية الحالية سواء قوات عسكرية أو قوات حرس حدود أو القوات نفسها الأمنية والشرطة الموجودة في الضفة الغربية لمحاولة تهجير الفلسطينيين إلى الأردن النهاردة الصبح القوات الإسرائيلية ضربت الشمال وأعلنت أن الشمال غزة نتكلم عن غزة بقى أن تتوجه إلى الوسط والجنوب يعني يتقرار موضوع تهجير الشمال كامل إلى الوسط وإلى الجنوب وهدف لمعرفش حق هتشكل تأثيرات أخرى جديدة على المنطقة حاليا إسرائيل حاليا بتضرب القوات الجماعات في العراق وفي اليمن وفي سوريا وده هيشكل تدعيات أخرى لتقوية هذه الجماعات بطرق أخرى وقد يتطور الموقف إلى أن قيام هذه الجماعات بالتعاون مع إيران لاستهداف سفرات إسرائيلية في الخارج سفرات أمريكية في الخارج وعلى فكرة ده الموقف اللي بيحجم أمريكا وإسرائيل بعض الشيء لأن استهداف سفراتهم أو مصالحهم في الخارج المنطقة كلها حاليا عايز أقول هل الجانب الأمريكي ما يدركش مثل هذه الأبعاد يدرك هذه الأبعاد ولذلك الجانب الأمريكي أنا عايز أقول نقطة هنا في الجانب الأمريكي الجانب الأمريكي بيتدخل مع إسرائيل كليا بنسبة فوق 70% في قرارها ضد إيران أما قرارها ضد القوات الفلسطينية أنا شايف أن هي إسرائيل تتحكم في القرار الأمريكي ولا نتنياهو نجح أنه هو يبتز الإدارة الأمريكية في عام إدارة الأمريكية فيما يخص فيما يخص القضية الفلسطينية وجنوب لبنان ولكن مع إيران حسابات محسوبة من الجانب الأمريكي مع إسرائيل فيما يخص إيران لأن إيران تستطيع أن تفعل أشياء في المصالح الأمريكية والإسرائيلية خارج إسرائيل كثيرة ولو إيران استهدفت نووي استهدفت لمنشآتها نووية أو أهداف كبيرة قد تلجأ إلى هذا الإسلوب وهذا الإسلوب تتحسب منه الولايات المتحدة حاليا لذلك تحجم إسرائيل في هذا الموضوع حاليا ولكن أفهم من كلام سيادتك أن إيران في تقدير الموقف لديها تفرق بين استهداف أزرع لها عن استهداف مصالحها المباشرة طبعا طبعا إيران دائما تعمل من خلال الوكلاء أولا ثم الصبر الاستراتيجي ثانيا ثم التفكير الطويل في مرحلة ثالثة ثم الفعل المحسوب الذي يحقق لها التوازن في النتائج التي تتناسب مع مستقبلها إلى أن تنتهي من تخصيب اليورانيوم الكامل وتخرج بالقنبلة النووية وفي هذه الحالة ستتغير طيب أنا أخذ من كلام سيادتك وأروح لسيادة اللواء أين سيادة اللواء إبراهيم أشار لعنصر الوقت في تقدير الموقف لما أشار لمسألة الصبر وبتاخد وقت طويل وما إلى ذلك وحضرتكم طبعا يعني قدرى الناس بهذا الأمر أنه عنصر الوقت في سير المعارك كثيرا ما يغير شكل المعركة كلها طبعا ويمكن دايما أكتر نموذج للرهان على الوقت كانت شرشل في الحرب العالمية التانية كل مستشاري بيقنعون أنه هو يمضي مع هتلر المعاهدة وخلص واستسلم وهو فضل الراهن على الوقت أنه هو يغير حاجة في المعادلة وقد كان له مقرب يعني حينها النهاردة في عنصر الوقت خلال العام اللي ماضي ده لاحزنا مسألة تأخر الرد الإيراني يعني الرد على اختيال إسماعيل هنية لم يأتي حتى الآن حتى هذه الحلقة صح صح الرد اللي اتعمل من كامي يوم ده يعني يفترض أنه هو رد على اختيال حسن نصر الله صح هل استباحة الأمن الإيراني واختيال حسن نصر الله في إيران هنية إسماعيل هنية في إيران وعدم الرد الإيراني أو الإطالة الأمد ده شجع إسرائيل ونتنياهو على التمادي بعد كده هو طبعا التساؤل مهم جدا ولكن اسمح لي أن أنا أؤكد مع حضرتك ما هو الهدف التي تسعى إليه إسرائيل دون الإعلان عنه الهدف سواء في قطاع غزة هو أن هي عايزة قطاع غزة ده يتضمر بالكامل حتى لا يمثل تهديد مستقبلي وليس تهديد حالي تهديد مستقبلي لإسرائيل يعني الموضوع ده إحنا هنضمر القطاع بكل اللي فيه ليس المعلن اللي هو القضاء على حركة حماس أو المعلن أن أنا أسيطر على القطاع ولكن الهدف الرئيسي التي تخطط إليه إسرائيل ولم تعلن عنه هو أن لا يمثل أي تهديد أن قطاع غزة خلال الفترة القادمة وعلى المدى المنظور والمدى المتوسط لا يمثل أي تهديد بالنسبة الإسرائيل سواء بقى استهداف بنية أساسية أو بنية تحتية سواء استهداف قيادات سواء القضاء على قدرات ما أدوى ما أدوى على الحياة بالضبط كده كذلك نفس الهدف نفس الهدف تسعى إليه إسرائيل في جنوب لبنان ما الذي يحدث في جنوب لبنان الذي يحدث في جنوب لبنان حاليا هو أنه مش عايز أن يبقى فيه تهديد لمستوطنات إسرائيلية أو بها اللبنانية طيب أنا بكسف كل جهودي سواء الجهود العسكرية باستخدام القوات البرية أو القوات الجوية عشان أساوي هذه المنطقة حتى لا يحدث مثل ما حدث بعد 2006 بعد ما دخلوا لبنان وخرجوا من لبنان وحصل فيهم خسائر الموضوع بيعيد المشهد تاني أن استعاد القدرات حزب الله طيب أنا في الوضع الحالي ما هو الهدف الاستراتيجي الهدف الاستراتيجي من الحرب في جنوب لبنان وحزب الله هو القضاء الكامل وعدم أنه ما يمثلش أي تهديد مستقبلي لسكان شمال إسرائيل طيب بالنسبة لإيران بالنسبة لإيران الوضع يختلف إيران يعتبر قتال من على بوقت كله سواء باستخدام السواريخ أو الطائرات المسيارة أو التصرحات الإعلامية والتهديدات المتبادلة ما بين الطرفين طيب أسباب التأخير أسباب التأخير أنا عايز أقول لحياتك أن اجتماع المجلس الأمن المصغر عقب جلستين مطولتين داخل إسرائيل عشان يحسم عملية الرد على إيران ما هو المستخرج بتاع هذا هذا الاجتماع المصغر المستخرج منه أن هم حددوا بعض النقاط وتركوا الأخرى لوزير الدفاع ورئيس الوزراء الإسرائيل ما تم تحديده قالوا أن هم عايزين هدف استراتيجي مؤثر لدى إيران ده نمرة واحد نمرة اتنين أن هم حطوا بعض الضوابط أن يتم التنصيق الكامل مع أمريكا أو مع واشنطن في اختيار هذا الهدف أو في التنفيذ هذا الهدف عشان حاضنة الأمريكية تبقى موجودة بالضبط كده فن بالإضافة لذلك أنهما تركوا الرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع التوقيت والقرار إمتى طيب إحنا بقى يا فندم عايز أقول لحياتك الهدف الغير معلم بالنسبة لإسرائيل من إيران هو زي ما أعلن عنه وزير الرئيس الوزراء بشكل سريع كده قال إن الأهداف تغيرت وإن إسرائيل بتسع حاليا إلى إسقاط النظام الإيراني وإن النظام الإيراني يبقى مستقبلا لا يمثل تهديد بالنسبة لإسرائيل هذا هو الفكر الإسرائيلي الفكر الإسرائيلي إنه هو عايز يتواجد في دولة يهودية نقية لا يشكل سواء الجوار الجغرافي أو مصادر التهديد سواء من حماس أو من حزب الله أو من الميليشيات التي المساندة لحزب الله إنها لا تمثل أي تهديد مستقبلي لإسرائيل وهذا ما تسعى إليه إسرائيل فعلا أهلا بكم في الشر الأوسط مش الشرق الأوسط أهلا بكم في الشر الأوسط يعني أنا قبل ما أروح لسيادة اللي هو محمد والله كنت قاعدة أفكر كده من بارح في الموضوع لقيت إن دي حرب بين قوميتين على أرض قومية تالتة بالضبط يعني اللي إحنا عايشينه دهوقتي دي قومية ودي قومية وميدان المعركة أصحاب الأرض أصحاب الأراضي كلها دي قومية تالتة نروح لسيادة اللي هو بحق الحرب النفسية التي تباشر الآن على لبنان وعلى أهل لبنان من أول يوم في المعارقة وتكسيف إسرائيل للحرب النفسية على لبنان أخزاً في الاعتبار تركيبة المجتمع اللبناني هل نتكلم في بلد حوالي عشر تلاف وربمائة كيلومتر مربع فيهم أكتر من أربعتاشر ضيف تدعيات هذا الأمر وضرورة الانتباه للحرب النفسية طبعاً من المعروف أنه إسرائيل من مبادئ العمليات بتاعتها أو من مبادئ الحرب هو اتباع أو استخدام اسلوب الحرب النفسية أو العمليات النفسية واسلوب العمليات النفسية الإسرائيلي ده بياخد عدة صور وعدة أول الصور دي بتتنفذها إسرائيل أو بتعملها من خلال العمليات النفسية من خلال الإزاعات من خلال التهديد من خلال ضربات الإحباط من خلال الأعمال اللي بنسميها الأعمال اللا إنسانية أو الأعمال الوحشية أو الضربات الانتقامية التدمير الغير عادي وده اللي شفناه في غزة وبنشوفه دلوقتي في جنوب لبنان حتى ترهب سكان وقوات هذه البلاد الحاجة التانية إنه يعني ده وجهة نظر شخصية اللي بتشوفه إسرائيل عندها في شعبها في سكانها من خوف وزعر وألأ وصريخ وبكاء أثناء القائسة أو استهدافها بالسواريخ بتحاول تعمله أو تصدر الفزع تصدر الفزع لسكانها ولكن هناك فرق جوهري ما هو هنا في فزع وهنا في قتل دي نقطة لكن النقطة التانية المهمة اللي ما فهمهاش الإسرائيلين حتى الآن إنه هؤلاء السكان سواء في غزة أو فلسطين أو في لبنان أو في أي مكان هم يستقبلوا هذا الأسلوب وهم لا يخافون لا يعيروه شيئا لماذا؟ لأنهم لا لأنهم في أرضهم في وطنهم العقيدة عندهم إنه لن أترك هذا المكان لن أترك هذه الأرض لن أترك هذا المنزل لكن العكس في الجانب الإسرائيلي إنه لا أرضهم ولا وطنهم ولا مكانهم حتى تلاقي لما بيحصل الضرب أو بيحصل الاستهداف كله بيفزع كله بيجري إلى الملاجئ كله بتحصله حالة زعره وحالة هلع لكن بالنسبة مثلا للفلسطينيين إحنا شاهدنا إنه الضرب شغال وهم بيلعبوا كورة الضرب شغال وهم بيقوموا بالحياة المعيشية العادية بتاعتهم ده فرق جواري كبير فكل اللي بتعمله إسرائيل واللي بتستخدمه واللي وصلت له من عمليات نفسية سواء كان عمليات نفسية بأسليم القتال أو عمليات نفسية بالإزعاعات الموجهة أو عمليات نفسية بإلقاء المنشورات وغير وغير وغيره لا يؤثر في هذه الشعوب تماما يا فهد نروح لسيات اللواء أسامة هل تظن حضرتك أن مشهد الصراع في الشرق الأوسط سوف ينتهي في 20 يناير 25 يوم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد سواء كان هذا الرئيس دونالد ترامب أو كامالا هارس يعني بغير ميال ترجيح هذه الفكرة يعني مع بداية تنصيب الرئيس الجديد سواء ترامب أو كامالا هارس لأن تدعيات الحرب والتساع عمدها العام جعل لها يعني أبعاد أخرى أفعاد كثيرة لن يستطيعون حتى وإن اتفق الجميع يعني على لملمة هذه الأبعاد من هيك يعني أن تدخول أطراف جديدة في المراكا إيران تحديدا نتكلم عليها السادة الزملاء يعني لا الموضوع ما أصبحش بالسهولة دي هي الفكرة أن إيران لما قاتت بهذا الرئيس الإصلاحي أتصور كليه وجهة نظر لفتح علاقات مع الغرب مرة أخرى فسد هذا الأمر حتى الفرصة اللي كانت تحتيجي بشكل سلمي يعني أجهضت قبل أن تولد لمسعود بازيشكان حتى في خطابه اللي ألقاء أمام يعني المجلس النواب في توليه الرئاسة كان كلامه يدل إن هو يعني عاوز يعيد رسم الدبلوماسية الإيرانية وللخص السياة الخارجية بشكل كويس وعلى فكرة كلمة ما هي رئيس إصلاحي في إيران ده موضوع صعب جدا جدا أنه هو فاز على حساب شخص محافظ وكان له سعيد جليلي ده إذن المجلس العام نفسه لديه تغير أحمد نجاد كان يصنف إصلاحيا لو أحمد نجاد يعني أعتقد كان محافظ إصلاحي يعني أنا أنا مش متأكد ولكن أحمد نجاد له شائبة مع الابطة الأمريكية بعتبره متهم أنه هو كان أحد يعني أفراد أو مجموعة الاقتحام اللي غازت الصفار الأمريكية في طهران وموضوع ده فيعني كان فيه فكرة لإعادة ضبط المسار الإيراني مع العالم الغربي فإذن أمد الحرب لن ينتهي بالضرورة طبعا أو إلى حد بعيد لن ينتهي مع تولي رئيس جديد الولايات فتح الأمريكية سواء كان هي أرشي يعني بيد أن يعني أتصور أن الرئيس الجديد أصبح مستلم موروث وملفه في منتهى الثقل وعبقه شديد جدا على محاولة فكه خيوطه وإصلاحه بعدما نراه من تدهور في الحالة وتدعي حد وسريع في الموقف لا يبشر بخير ولا ينذر بأي بديرة أمل في الحقيقة هاخد من إجابة حضرتك لسيادة العامي الطالب هيختلف أسلوب التعامل ما بين كاميلا عن دونالد ترامب دولة أمريكا دولة مؤسسات كاميلا هاريس لها دور المؤسسات فرضاها عليه ترامب له دور المؤسسات فرضاها عليه أيا كان اللي حييجي فيه دور الفرق في طريقة التنفيذ ده بينفذ عن طريق التقليب الرأي العام والصورات والمؤامرات والإعلام والحروب النفسية وده بينفذ بطريقة تانية شوية قد تكون أهدى اللي هم دايما الريبوبليكنز أو اللي هم الجمهوريين دايما بيميلين للبيزنس أكتر أو للفلوسة الصفقات الصفقات هو ترامب نفسه عنده كتاب اسمه أرتوف ديل يعني يعني فل الصفقة وإحنا بالتبعية إحنا الأربع سنين اللي شفناهم مع ترامب كانوا الحقيقة أهدى أربع سنين في الشرق الأوسط في ظل الخمستاشر سنة اللي فاته يعني ده بحساب ما سبق يعني عايز بس أعلق على كلام سياتليو أيمن على تأخر الرد الإسرائيلي على إيران تأخر الرد الإسرائيلي على إيران هو لما ضرب إسماعيل هنية ما كانش عارف إن فيه جمو ضد من إيران ما كانش متوقعه فهو حاسب الأهداف الاستراتيجية بتاعته تأخر الرد الإسرائيلي على إيران لأنه حتى الآن هو أول مرة حيواجه دولة زاد سيادة هو طول الوقت بيواجه ميليشيات ده بعض المهم ميليشيات ده بعض المهم لا عندها قوات جوية ولا عندها قوات دفاع جوي إنما النهار ده هو حيخشه حيخسر وحتبقى في مشكلة حيخشه ويخسر؟ طبعاً هيخسر قوات من اللي هيخش بيها مش طيران بيطلع في نزهة بدون دفاع جوي بدون صواريخ حتى في وجود الحاضر الأمريكية؟ حتى في وجود الحاضر الأمريكية حيبقى في خسائر طبعاً إن برضو خلي بالحك برضو ده ما بين السلاح الأمريكي والدفاعات الروسية فإحنا بنتكلم على صواريخ اس 300 وأس 300 فإحنا بنتكلم على صعب إنه هو ما يطلع من غير خسائر فهو عشان يخش يخش يطلع عليه طالع مش زي طالع إيران أخدت الاس 300 أكيد بس هي قصة مش قصة اس 300 قصة منزومة الدفاع الجوي كلها منزومة الدفاع الجوي كلها بتشتغل إزاي وحتتتركب إزاي منزومة الإنزار المبكر نفسها تشتغل إزاي الوتيات شارل هو over the horizon reader هيشتغل ازاي مع ايران هيخش في العمق ازاي هيضرب بايه و هيضرب من بعيد ولا هيخش في العمق عشان يوصل للمنشآت نوائية او حتى منابع بابار غاز او بترول يعني الموضوع مش هيبقى بسهولة نزهة زي ما هو داخل لبنان هو دخل فين هو دخل اليمن بلا دفاع جوي وبلا جيوش زاد سيادة لبنان جيشها طبعا يعني حاله ما هوش غزة طبعا غزة يعني ما فيش حاجة دخلها من الست جبهات اللي دخل عليهم كان عندها اي نوع من انواع المقاومة بشكر حولك شكرا جزيلا طبعا بشكر حضراتكم يعني انا كنت اتمنى ان الوقت يطول اكثر واكثر و يعني دعونا يعني نتشرف باجراء هذا الحوار ولو مرة في الشهر وعلى المستوى الشخصي ساعدت جدا بيه واستفدت جدا بيه تمنى ان السادة المشاهدين يكونوا استمتعوا معانا بهذا الحوار بشكر ديوفي الكرام ساعدة لواء اركان حرب الدكتور وائل ربيع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالاكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية شكرا جزيلا لحضرتك ساعدة لواء اركان حرب الدكتور إبراهيم عثمان الخبير الاستراتيجي ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطن سابقا شكرا جزيلا لحضرتك ساعدة لواء اركان حرب ايمان عبد المحصن متخصف الشأن العسكري والاستراتيجي شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا لحضرتك ساعدة لواء اركان حرب محمد عبد المنع المدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق ورئيس جهاز الاستطلاع السابق شكرا جزيلا لحضرتك ساعدة لواء اركان حرب اسامة محمود المستشار بكلية القادة والاركان المصرية شكرا جزيلا لحضرتك ساعدة العميد الدكتور طرق العكاري متخصص في الاقتصاد العسكري شكرا جزيلا لحضرتك وطبعا بشكر زملائي اللي شرفونا النهاردة في مقاعد الجمهور يا رب دايما مصر في سلام وامان ودايما وقفة على ارض صلبة ودايما هي الصخرة اللي بتتكسر عليها كل المشاريع الاقليمية والدولية يوم الخميس اللي جاي احنا ان شاء الله عندنا حلقة خاصة عن بطل الحرب والسلام يوم الخميس اللي جاي حلقة خاصة عن الرئيس الراحل البطل محمد انور السادات دمتم في رعاية الله